أريدك تعملي لضيوفك حلاء خلال دقيقتين مع فنجان القهوة ما إليك غير هذا حلال باف باستري اللي حشيته انا بالقشطة وباللمربة الفراولة وشوفوا كيف ما شاء الله شوفوا شكله ما شاء الله تحفي ببيض الوش تعالي شوفوا كيف حملنا وحضرنا خلال دقيقتين كان معنا جاهز أطياب حلاء للحجيب رقائق الباف باستري هي جاهزة والنوعية السلبي أنا بستعملها جبت الرقائق الباف باستري لح وزعها على الصينية وطبعا أنا الصينية دهنتها بزيت وحطيت لها وراء الزبدة لحتى طبعا أفضل لما يلزقوا بيتأمروا معكم بشكل مطلوب جبت الرقائق الباف باستري جاهزة وحطيتها وزعتها على الصينية والخطوة يلي بعدها بدي جاهزها حضر أي أطاعة متوفرة عندكم بالبيت بدي إياها تطلع بشكل دائري فهي هي فهي هي رقائق بس ملاحظة ما تتوب معكم كتير تكون لسا باردة يعني طلعوها من الفريزر قبل بعشر دقايق فقط وتكون لسا باردة معكم لما تصير عجين هلا بقى بتسهل معكم بالتقطيع لح قطعها بشكل دائري بهي القطاعة بدي إياهم يكونوا كلياتهم بشكل دائري بهذا الشكل لأي شيء متوفر عنكم بالبيت بتقطعوه فيه بيكون كويس لحكم من نفس الطريقة بعمل حلقة نفس ما عملت الكبيرة بهذا الشكل وبرد بقلب الحلقة بعمل حلقة تانية شوفوا كيف هاي هي الحلقة نفس هاي بس هلا كمان بعمل بقلبه واحدة تانية بهذا الشكل وبحطة فوقه هيك برد بجيب قطعة تانية نفس ما عملت ونفس القطاعة يلي عم قطع فيها بالأول تشكلت معي هاي وجبت أنا فنجان أصغر شوي اي شيء متوفر عنكم بتقدر تقطعوها هيك بالنص بهذا الشكل ولحطها فوقه بعد ما خلصنا هلا هاي هجيب الشوكي واعملون بهذا الشكل من الداخل ولحقده لونه ببيضة ممكن تدهلون بحليب تدهلون بأي شيء بحبه البيضة بحبه تعطيه لون كتير حلو بهذا الشكل فرشيون وأنا طبعا حميت الفرن ولحطه بالنص بحيس ما تجي النار عليه مباشرة بيقعد حوالي عشر دقايق للربع ساعة حسب الفرن وقوته وبكونوا جاهزين عندي الباستري لبين بحضر الحشوة وأنا اليوم لح أحشيون بالقشطة وهاي بعد عشر دقايق طلعته من الكريم شوفوا كيف حتى من الأسفل بهذا الشكل طبعا ينلسخنين كتير مستريين مثل مع التقون عشر دقايق كافي لقلهم بس لح أتركهم يبردوا شوي وبدي أحشيهم وهي حطينا القشطة بكس الحلواني وهلأ لحطه لكل واحدة حطينا كمية المناسبة بهذا الشكل قد ما بتقدروا تحطو حطو حطو وهلأ بقسفو هيت لححاول أعمل تجويد بالقشطة بهذا الشكل لحتى أقدر أحشيها مربة الفراولة لأ اليوم دي حعمل اي مربة الفراولة اليوم ان شاء الله اي مربة تحبين توكر عنكم ممكن تعملوا تحط بقلبه المربة بالمعلقة حطو شوي طبعا المربة مع القشطة طعم غير شكل كابة تقوم بقلبه الزاعة منطف صفت نحو تحضير بالمعلقة حين السدد انها استعداد انتو عم تحضر في نجان القهوة تقدروا تعملي هاد الحلو ديقتين ما بدا بهذا الشكل طبعا هون كلها يزيني انتو بتزينوها الشي اللي انتو بتفضلوه اي شي متوفر عملكون الشي اخضر بيعطيها اللون الحلو انا بحب النعناع كتير يعني ريحتو هي كافية وشكله كتير حلو وهي اللي حنقلونا طبع التاتين بعد ما جهزتو صاروا جاهزين بهذا الشكل وهي صار ضعنا اطيب حلو باستري بالاشطر ومربى الفراولة خلال دقيقتين فكرة كتير حلوة بتمنى ان تكونوا عشبتكم وتشتركوا بالقناة وتابعوني لتشوفوا وصفاتنا السهلة والبسيطة وغير المكلتين مع مطبخ بحكايات امجاد دمتم سالمين اشتركوا في القناة